سوف نخلص الاسكليتون سوف نخلص الاسكليتون سوف نخلص الاسكليتون سوف نخلص الاسكليتون سوف نحصل الاسكلي毛 سوف نخلص الاسكلي بقهم الأبط هو الأسئلة 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 المنزل مراحل أول اشيه عن الاناتومي للبلبس تمام؟ او البلبجرد البلبجردل مثل ما احنا شايفين هو عبارة عن رينج من البونز الرينج من البونز هذا فنكشن الو فنكشن الو كونكت الوارلين مع الاسكليتور تمام؟ الشغل التاني داخل هذا البلبس داخل هذا الحوض اكيد في عندنا فيسيروم الميل والفيميل الربو دكتف سيستم الورغانز مع الوارغانز من البونز تطبيق 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 لهاي الفيسير الموجودة داخل البلبس المهم فنكشن الوارغانز كبونز مثل ما احنا شايفين مناش مكون لهذا الرينج مناش مكونه في عندنا 2 بونز هاذروا شو منسمي هؤلاء البونز 2 هبونز 2 هبونز بيعملوا ارتوكليش مع بعض من الامام شو منسمي هذا الجوينت هون منسميه البوبكسيمفسي اذا 2 هبونز من الامام بيعملوا ارتوكليش مع بعض شو منسميهم عندي البوبكسيمفسيز من الخلف بارت من الرينجز هيا في عندنا الساكرم والكوكسيكس اذا الساكرم والكوكسيكس اذا هذول كلياتهم 2 هبونز مع الساكرم والكوكسيكس هذول هم بيعملوا البلبس بس ما نوقد نعرف كوننا نذكرين انه الساكرم والكوكسيكس هم بارت من اي سكيلتون من الاكسية السكيلتون صح؟ تمام؟ حكينا 2 هبونز بيعملوا ارتوكليش مع بعض من الامام بيوبكسيمفسيس من الخلف 2 هبونز بيعملوا ارتوكليش مع اي بارت مع الساكرم هذا الجوينت الي هون شو سمنا؟ ساكرويلياك جوينت ساكرويلياك جوينت ساكرويلياك جوينت أيضا سنبدأ الساكرم ما اتصاله ليسى انتهبته embشيانungen بمع الساكرم بالحديث من الائري وليسى انتهبته علموا الساكرم وليسى أنتهب تشريح الساكرم كوكسيكس للمبو ساكرا هذا الجوينت لهم نسميه للمبو ساكرا الجوينت إذن هذا الرنجز البلبس هو رنجز من البونز دو هب بونز ساكرا كوكسيكس وعرفنا كيف الارتوكوليشن من الأمام من الخلف كيف ساكروائل جوينت ومن الأمام عن طريق البيوبكسي تمام؟ طيب إذا منيجي على الاناتومي للهب بونز تمام؟ نشوف الهب بونز هو طبعا أكيد لارج الريجولر بونز تمام؟ هلا إذا منطلع على الـ external surface للـ hip bones يعني كيفيتي هذا الكيفيتي شو بنسميه هو كب شابت كيفيتي تمام؟ هذا الكيفيتي شو بنسميه نسميه الاسيتابولم الـ cavity الموجود على الـ external surface شو بنسميه الاسيتابولم الاسيتابولم هاد ليه إيش هو كيفيتي فور أرتيكوليشن مع إيش مع أي بارت من الفيمر مع الـ head of femur يدخل داخل هذا الكيفيتي فبيعمل إيش والـ joints اللي لدينا نسميه الـ hip joint تمام؟ هذا هو الـ hip joint بين الـ hip والاسيتابولم أو الكيفيتي الموجود على الـ external surface للـ hip اللي نسميه الاسيتابولم هون بيصير لدينا الـ hip joint واضح؟ تحت الاسيتابولم لدينا فورامل فورامل كبير هذا شو بنسميه؟ بنسميه ابتوريتر فورامل بنسميه ابتوريتر فورامل هلأ بالوضع الطبيعي هذا الفورامل مكنش وابن زي هيك يكون فيه ميمبرين بيسكره بنسميه واضح؟ تمام؟ رح نجي نحكي عنه لاتر ان شاء الله وستاذا إيش الفورامل؟ إذا هاي الاسيتابولم موجودين هذول وين؟ على الـ external surface الاسيتابولم for the articulation with the head of femur وفي عنا فورامل كبير منسميه ابتوريتر فورامل طيب الـ hip bone كل hip bone هو بالأساس مكون من 3 bones بس الـ bones هاي 3 bones صار fusion مع بعض تمام؟ فصارت تعمل ايش؟ 1 bone اللي هو الـ hip bones هلأ الـ hip bone من 3 parts مكون في عنا الـ upper part منسميه الـ ilium الـ lower anterior part شو منسميه؟ منسميه الـ pubis والـ lower posterior part منسميه ايش؟ الـ ischium تمام؟ إذا هذول هم الـ 3 parts ileum في الأعلى وفي عنا الـ lower anterior pubis والـ lower posterior ischium وهذا site of fusion بين بناتهم تمام؟ طيب نيجي على أول part اللي هو هذا البارد العلوي اللي هو اللي شو منسميه؟ الـ ilium الـ ilium مثل ما نرى هو الـ upper part الـ upper والـ flat part من الـ hip bone طبعاً هذا المارجن العلوي هذا شو منسميه؟ هذا important أنا تمي كاللاند مارك هذا اللي نحسه هون هذا شو منسميه؟ iliac crest تمام؟ منسميه الـ iliac crest طبعاً الـ iliac crest طبعاً هون هادا هادا هون من الامام من هون من الامام و هون في الخلف هذا iliac crest الـ iliac crest بتنتهي بالامام two spines هذا واحد هذا واحد ومن الخلف اثنين هادا واحد هادا واحد هلا من الامام هذا في الامام و بالأعلى عشانك شو منسميه؟ anterior superior iliac spine كم هون؟ شاهدين؟ هذا anterior superior iliac spine هذا ايش راح يكون؟ anterior inferior iliac spine من الخلف iliac crest شو في عنا؟ posterior superior iliac spine و ايش كمان؟ posterior inferior iliac spine اذا هادا هوا ايش؟ الـ ilium الـ upper flat part من الـ hip bone فهي الـ iliac crest و الـ spine تمام؟ طبعاً الـ ilium هذا الـ part مثل ما حكينا الـ ilium هو الـ part من الـ hip bone اللي بيعمل articulation مع ايش حكينا؟ مع الساكرم بيعمل الساكرو iliac joint طيب second part اللي هو الـ pubis الـ pubis هو هادا lower anterior part lower anterior part مكون من body كل الـ pubis يكون من body و two remain واحد superior واحد inferior الـ body الـ two pubis بيعمل articulation مع بعض الـ body على right side مع الـ body على left side أو الـ body الـ right pubis مع الـ body الـ left pubis بيعملوا articulation من الامام اللي بيسكروا الـ rings من الامام اللي هو ايش اسم هذا اسم هذا اسم هذا الـ joint هنا يسميها الـ pubis symphysis أو symphysis pubis تمام؟ واضح؟ طيب هذا الـ pubis الـ lower posterior part هلا اللي هو شو بنسميه؟ اللي بالأصفر شو بنسميه؟ الـ ischium أو الـ ischium تمام؟ الـ lower posterior part الـ ischium في عنا مكون طبعا هذا الـ pubis هذا الـ ischium له في body وفي له ريموس ريموس هذا continuous مع إيش؟ مع الـ inferior roms تمام؟ إذن هذا body وهذا إيش؟ ريموس طبعا على الـ posterior border يعني الـ spine هذا شو بنسميه هذا الـ spine scale spine الـ scale spine مثل ما إحنا شايفين يفصل بين notch أعلى منه و notch أسفل منه notch اللي أعلى منه شو بنسميها؟ بنسميها greater static notch تمام؟ شو اسمها؟ greater static notch واللي تحتها شو بنسميه؟ lesser static notch بنرجع هون بنرجع وشوفوا على هذا هذا تمام؟ هاي شايفينها؟ هاي الـ scale spine في الأعلى فيه notch greater static notch وتحتها lesser static notch واضح؟ تمام؟ إذن عرفنا الأناتومي بشكل عام طبعا هاي اليوم رح يكون وهذا الـ pubis شايفين الـ body إله الـ pubis مكون هو الـ lower anterior لها body ولها سبير الـ ram eye سبير الـ ramus ونثير الـ ramus تمام؟ الـ body على الـ right side مع الـ body على الـ left side بيعمل articulation بيعمل بيعمل البول اللي من خلف هذا شو سمنا؟ الإسكيام تمام؟ الإسكيام لها body ولها ريمس ريمس هذا إيش؟ يعني مكمل مع الـ ramus تمام؟ وعرفنا أنه على الـ posterior border في إسكيام شو سمناها؟ إسكيام سباين طبعا هادا الجزء من الإسكيام من الإسكيام هاي الـ elevation من سميها الإسكيار تيبرستي هاد الإسكيار تيبرستي هاد الإليفاشن الـ rough area على الـ body من سميها الإسكيار تيبرستي تمام؟ واضح؟ لا على الـ body على الـ body على الـ body مثل الـ rough area طيب عرفنا الـ anatomy الـ hip bones بشكل عام إلي تعرف بس هاي الأشياء اللي حكيناها مناش تخطط تفاصيل لأن تخطط تفاصيل مش كسو بس يعرفوا الأشياء الرئيسية هلأ بهمنا نعرف الـ orientation أو الحط البلبس في الـ normal anatomical position ما يعني في الـ normal anatomical position؟ مثل ما حكينا قبل قليل أنه البلبس هو عبارة عن rings of bones صح؟ تمام؟ هذا الـ rings of bones عندما تضعه في الـ normal anatomical position ما حكيت زيما لكم تروح تشوف الـ skeleton الـ whole skeleton الموجود في الـ lab ستلاقي أن البلبس عامل إيش؟ tilt forward يعني منحني للأمام هذا هو الـ normal anatomical position هذا لا يوجد مشكلة لا يوجد شخص يعني من خربه لا هو موجود في الـ normal anatomical position هذه الـ rings عشان هيك المدخل المدخل البلبس ما بيكون face upward بيكون كونه كونه بيكون عامل تثل الـ world عشان كما يكون face anterior and superior تمام؟ هذا الـ entrance مثل ما نحن شايفين هون واضح؟ هذا يكون نحن هنا نحطينه في الـ normal anatomical position لما تبسك البلبس البلبس المفصول لحاله في اللعب عشان تحطه بالـ normal orientation تعه بالـ normal position يتظلك تعمل انحناء له للأمام لحتى يصير الـ anterior cbic spine واللي بيوبك symphysis عى نفس اللعب يصير وهيك لما تم يسرد عى نفس اللعب تمام؟ هذا هون انت ايش؟ عملت الـ حطيت البلبس في الـ normal orientation تعه مفهوم؟ واضح؟ طيب فيما يخص كمان البلبس لازم نعرف انه فيه يعني في عنا بشكل عام فيه differences بالـ anatomical البلبس بين المال والـ female هذه الـ difference is male المهمة بالـ female تمام؟ فيه شوية تغييرات في البلبس بالـ female عشان نسهل الـ process تحت الولادة في الـ female في عنا حوالي أربع أو خمسة differences تمام؟ رح نعرف يعني اثنين أو ثلاثة منهم من خلال هاد من خلال هاد من خلال هاد اول difference تمام؟ انه هو الـ angle هاده الـ angle هاده الـ angle هاده مثل ما احنا شايفين هذا بالـ female وهذا بالـ male الـ angle هذا نسميه الـ angle of the pubic arch تسميها الـ angle of the pubic arch بتكون مقارنتا بينما هون من خمسة من ثمانية لخمسة ثمانية هون من خمسة ثمانية هون من خمسة هون الـ angle اكيوت تمام؟ بينما هناك شو بتكون الـ angle تحت الـ pubic arch بتكون wider أو مقارنتا تمام؟ الشغلة الثانية ما كنت نشوف هو الـ inlet المدخل بتاع بتاع البلبس هون شو الفرق بين هون وهون هون تقريبا سيركولر اكثر تمام بينما هون هارتشيب نقدر نحكي ليش هارتشيب شو الفرق هون وهون الفرق انه الساكرم اول خصوصا اول واحد بنسميها الساكرم بتكون الامام اكثر بالميل تمام عشان هيك صار من هون ايش هارتشيب واضح من هذا ايش ايش هارتشيب شو الفرق بين الميل والفيميل ايش كمان شايفين اليوم شو معلها نعم هلأ اليوم نعم صحي اذا بتلاحظ اليوم هي موجود اليوم هون وهون مش مش اطول هي اليوم بالفييميل بتكون افيرتت طال على بره مثل هيك اينما بالميل شو بتكون تكون تكون اكثر عشان هيك البلوث بالميل بيكون ديبر دعن الميل تمام تصير بالميل دعن الفيميل تمام ليش لانه مثل ما حكينا اليوم بتاعت الهب بونز وضحات لبرا اينما بالميل بيكونوا هيك تمام ايش كمان فرضو نفس الاشي شو كمان الاسباين فيه اختلاب بيناتهم وين واضحة اكتر بنطلع من الامام وين طالع اكتر بارزي اكتر بالميل اكتر تمام نفس الاشي الاسباين بالميل بالميل بتكون انفيرتت لجوه لانما بالفييميل بتكون افيرتتت واضح تمام تمام هاي الميجر بيناتهم يعني هي الانجل تاعت البيبك ارتش شكل الانلت الايليوم كيف افيرتت بينما انفيرتت بالميل برضو الاسباينس الاشي الميل بيكون انفيرتت للداخل بينما بالفييميل لبره واضح تمام طيب احنا قبل شوي حكينا في بعض الليجومنت الموجودة في البلوث اللي لستنعرفهم حكينا قبل شوي هاي الي سباين شو سمنا بها هذي هاي الي سباين قبل شوي حكينا عنهم في الخلف هذول الي سباين هاي الي سباين ليس بس Ischium او l-scale spine تمام عبستيل سباين وقسمها تقع بين ايش بين الي جريتر سية تقنوت و اليسر سية تقنوت هلأ اذا منيجي على الي زمان هاي الي سكييال اسمام هذه الأسلسية تكنولية الآن هناك 2 ligaments موجودين في البلبس هذه ligaments extend من الساكرام واحد اكستند من الساكرام يربط في Escal Spine ما نسمي هذا؟ بين الساكرام وال Escal Spine Sacro Spinos ligament بين الساكرام وال Escal Spinos بين الساكرام وال Escal Spinos فعند أحد ال ligaments يربط من الساكرام الكبير الخلفه يربط في Escal Pubensity ما نسميه؟ ساكروتيوبيروس ليجيمان هؤلاء ال ليجيمان كيف تمحlit يعاملون؟ بدنما كانت عندنا نوتش ؟ كان عندناoso اصبحت FH صار عندنا oted communities most steady mon trevature and live ؟ اذا عرفنا كيف ي perfume في الاسكليتون voix ويف吧 في الملسفر مصدر ولكن موجود هذه ال ليجيمان حوالهم ليش? لفرامنا. ليش بنسميهم سياتك? لانه في نيرفز كبير راح نحكي عنه. نيرفز بعمل لمعظم المصر في طاعة اللاورلمز بنسميه سياتك نيرف. سياتك نيرف. هادا نيرف كبير. اكبر نيرف في البادي. مرب من هدول الليجامنس عشان من هدول الفرامنا عشان هيك بنسميهم هدولا لانها كبيرة ولسر لانها كبيرة ولسر لانها صغيرة. تمام؟ واضح؟ عرفنا كيف الفرامنا تكون هناك؟ برضو من هدول الليجامنس هدول الساكرو سباينس والساكرو تيوبرس فيجامنس غير انهم هم اناتوميكالي كونفيرتت النوش لفرامن برضو لهم علاقة باللستابيليتي تاعت الساكرا تمام؟ لما يزيد واحد وزن كبير هم يبنعوا نسميهم هاي هون ذاكي هم يمنع الابور تلتينج يعني بخلوا الساكرام ستابل مكانه. ما يسير له تلتينج الى الاعلى لما يكون فيه فيه عندنا ويت فيه على البادي. واضح؟ تمام؟ اذا كمان بالاضافة انهم هم هم بكونوا الفرامنا برضو هم 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 في الاستيبوليتي تاعت الساكرام. بمنع الابور تلتينج للساكرام. يعني بثبته الساكرام على البلفس. واضح؟ تمام؟ هاي الفرامنها طبعا الاناتومي للبلفس. رح نقطع بتيكاز ان شاء الله في السيستم بصدقى في اليو جايا سنعم. رح نحكي بتفاصيل اكدر من كله. طيب. بعد البلفس دعنا البونت تاع الثاي. اللي هو ايش سمنا؟ الفيما. هو اللونجست وهافست والسترونجست بونت في البادي. تمام؟ الارتوكليشن تاعه. الابور اند. في تعمل الارتوكليشن. الهيت تاع الشسمه بيعمل ارتوكليشن مع ايش. مع الاستابولم اللي هي الموجود على الاكسترن سيرفس ليش? للهيب وان بيعمل ايش شوان الهيب جوين برضو بتعمل ارتوكوليشن اللاور اند بتعمل ارتوكوليشن معيش? مع التيبيا والباتيلا. فبيعملوا جوينت هادو شو ما نسميه? الني جوين. تمام? هذول ارتوكوليشن. طبعا كونه لونج بون له اكيد ابر اند وشافت او بادي وفي عنا لاور اند. طيب. ليش نشوف في الابر اند? من الاشياء الموجودة في الابر اند. في عنا اوارش الهيد. هذا الهيد. تمام? الهيد اذا نقارنه بالهيد تعال هيمرس شو كان الهيد تعال هيمرس? ليس دان هافو بسفير اقل من نصف كرة. تمام? ليش? لانه الكافيتي ليش ديب. تمام? لان هيك حكينا انه ايش? ما فيش داعي يكون شو اسمه. بينما اذا نقارن هون نشوف الاسيتابولم. الاسيتابولم لا. هو ديب كافيتي. تمام? فهون الهيد مور دان هافو سفير. بيدخل داخل الاسيتابولم. عشان هيك احنا مقارن الاسيتابوليتي بين الشولدر والهيد جوينت. الهيد جوينت استابولتي اعلى. تمام? بس هناك في الشولدر. سو ميزتم حكينا? مور دة موينت. مور داخل الاسيتابولم. تمام? فليت حريه اكثر بالموينت. طيب؟ اذا هذا الهيد. بعد الهيد في عندنا ايش? طبعا الهيد داخل الهيد. شوف هون شوف داخل الهيد يعني زي دبرشن هون. هذا زي الحفرة موجودة داخل الهيد. شو منسميها؟ منسميها الفوفيكابيتيس. اذا المهم يتجب هون اللي لازم يتكون ذاكرهم هون. إذاً هذي نسميها الفوفياء كابيتس الفوفياء كابيتس، ما هي الفونكشن تاحها؟ لأ في عنا واحد من البلد بيسل، واحد من الارترز اللي بيغذي الهد يدخل داخل هاي الكابيتس يعني يغذي اللي شسمه، وبرضه مثل إحنا شايفين هون تعطي اتاتشمنت في واحد من الليجامنت منسميه الليجامنت تاع الهد أو منسميه الراع من الليجامنت بيربط في ايش بالفوفياء كابيتس، تمام؟ إذا هذا زي ديبرشن موجود وين؟ على الهد تاع الفيومر طيب، بعد الهد في عنا النيك، هي anatوميكا النيك هناك بالهيوميروس، شو كان عنا؟ كان عنا anatوميكا السترجيكال، هون ما في ايش اسمي سيرجيكال، هون هي نيك، anatوميكا النيك النيك هذي بس هون ايش، حوالي 5 سنتيمتر تمام؟ وبتعمل أنجل، يعني في أنجل بين النيك، طبعا هي بتربط الهد مع الشافت، تمام؟ وفي أنجل، تمام؟ في أنجل بين النيك والشافت، هاي الأنجل تقريبا 125، واضح؟ النيك لازم نعرف كمان اللي هي تعتبر ويك بارت من الفيمر، تمام؟ وهي الموث كومون سايت للفراكتر بالفيمر، وين تصير؟ في النك، تمام؟ خصوصا عند الأشخاص الكبار بالعمر، تمام؟ أي وقع لك شخص كبير بالعمر، مباشرة ايش؟ عاد تكسير معهم ايش؟ بالنك بالفيمر، تمام؟ واضح؟ السبب أنها هي ويك بارت من الفيمر، والشغلة الثانية، وجود الانجل هذه مع الويت بيرنجل في هذا الشكل، سبب وجود الانجل، أنها تأتي مع الويت بيرنجل مع الويت بيرنجل، ويجعلها كمان عرضة يصير فيها ثراكتر واضح؟ تمام؟ طيب، في الأبر انجل، عندنا صار عندنا هيد والنيك، حكينا 5 سينتي طولها، وفي عندنا بتعمل انجل حوالي 125، بعد ايك في عنا زي برومينانس من البوت، وفي الـ في الـ في الـ فيمراسجو كان عنا؟ جرأتر واللسر تيوبركال، تمام؟ هون عنا جرأتر واللسر تركنتر، مثل ما حكيت لكم، طيب شكل مرة بيسموها تيوبركال، ومرة بيسموها تركنتر ليس مهم تعرف لشها بيسموها كده، خلص، حفظوا مثلما هي لأنها هي علاقة مرة بالصائز، مرة بالشيب بتاع البرومينانس، فروها مرة تيوبركال، ومرة بيسموها سباين، مرة كده، كده اشياء فاضي بس انتوا عرفوها انه ايش Greater Trochanter و Lesser Trochanter بين اللي Greater Trochanter و Lesser Trochanter من الامام يعني زي رج هذا الرج شو منسميها between the Trochanter نسميها Inter Trochanter Cline من الخلف Greater و Lesser Trochanter لا فيه Elevations شانك شو منسميها Inter Trochanter Crest واضح اذا هيد نيك وبعدين Greater و Lesser Tumercan من الامام بين Greater و Lesser Trochanter شو في عنا رج هاد شو منسميه زي Elevation خفيف شو منسمي Inter Trochanter Cline تمام لانها Between Inter Trochanter من الخلف Elevation شو منسميها Inter Trochanter Crest ننزل على الشافت هلا في الشافت الشافت مش تنفونا هيا ها طيب في الشافت شو ما يزغر انه اذا تطلع على البستيرر السيرفس للشافت تمام هيا زي كريست هاي ها على طول الشافت تقريبا هاده منسميها Linear Aspera Linear Aspera لما نحكي عن المصط في بعض المصط تجيو ربط فيها هيا كريست يعني كريست بارز لا تنسكي عن المصط على الشافت من ورا زي كريست عطول كذا الشافت زي كريست هاده شو نسميها Linear Aspera ايش؟ لا لا زي كريست زي الحافة يعني تمام؟ هيا الانسيرشن فيها الانسيرشن تاعي المصط هون شانك بنسميها Glotial Glotial Tuversity لا هاده على في الباك هاش شافت هاي بستيرر فيو للمصط تمام هاده بستيرر فيو تمام هاده بستيرر فيو في الامام فيش شو ميجز بس يعني هاده هاده اللينيه Aspera والغلوتيال طيب في الأور اند في الأور اند في عنا Medial Condyl و Lateral Condyl اذا ذكرين بالهيومرس شو كان في عنا كان في عنا Condyl اللي هم الكابيتيولام والتروكليا صح وفوقيهم ايش كان Epicondyl Medial و Lateral هون نفس الشيء في عنا Condyl بس ما تشيلهم اسم مميز Medial Condyl و Lateral Condyl وفوقيهم ايش Medial Epicondyl و Lateral Epicondyl تمام؟ إذن Condyl و Epicondyl تمام؟ ال Condyl من الامام في عليها Surface فيجوا فيوز مع بعض وعملات Surface نسميه Batellar Surface لماذا؟ لانه البتيلة بتجي على هذا Surface تمام؟ هذا Batellar Surface من الخلف لا ال Condyls مفصولين بFossa تميها Enter Condylar Fossa واضح؟ تمام؟ إذن تحت Condyls و Epicondyls على Anterior Surface في عنا Batellar Surface تمام؟ بالخلف لا مفصولين في Fossa Dibration سميه Enter Condylar Fossa واضح؟ طيب مثل ما حكينا قبل شوية اللي هو NIC هي Common صعيت يصير فيه Fracture بالثيما عند الأشخاص كبار بالعمر مثل ما حكينا هي ليش 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 لانه لانه يعتبر والشغلة الثانية انه وجود ال Angle مع ال Body هذا تخليها عرضة يصير فيها يزيد اللود عليها تخليها عرضة لل Fracture من الأشياء عادة ترافق الفracture في النك انه في عنا بعض البلد فيسلز بعض البلد فيسلز اللي بتغذي الهتة الفيمر تمام؟ تمشي مباشرة يعني تمشي على النك تمام؟ فإذا صار في النك ممكن هذا يصير عنده يصير فيه لهم قط ليس الخطير 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 انه يصير فيهم قط وبالتالي يصير فيه لنا نقص في البلد سبلاي للهتة يصير فيه نكروسيس في البلد تمام؟ واضح؟ واضح لديه صور هون مش موجودين لن نشمع من هم مش عارف اذا معكم في الصور معك المحاضرات بعتقي به هناك صور الناس بالملف موجودين بس صور X-ray هذة صور بيين لك بعض كيف يصير الربار للك موجودة في الفايل معكم كيف يصير الربار مرات يضعوا عمود مثل ذلك في ثابتوك يعني بيعملوا ريبير للكذا بس مرات إذا كان الفراكتر كثير وضعه سيئ بيعملوا إيش ربلاسمنت كامل حتى الهت شايفين كله يضعوا بلاتين طيب بعد مرة نتحدث عن البتلة البتلة هو أمام المنزل تمام وين موجود؟ موجود أمام المنزل ما هي المنزل؟ المنزل المنزل يتحرك من المنزل وخصوصا في عنا داخل المنزل دكتور محي واجهت تكلم لكم عن الأناتومية المنزل في داخل المنزل والشيء اللي يجب نعرفه طبعا هي شكلها تريانجولر البيس من الأعلى والأبكس من الأسفل تمام؟ واضح؟ ما نعرفه كمان من الأشياء نعرفه أن الباتلة موجودة في عنا في واحدة من المسلز الموجودة في الأمام عثاية من الأمام مصلي كبيره لها لها فورهيدس نسميها كوادرسيبس في المرس رح نحكي عنها إن شاء الله لما يجي نحكي عن المسلز الكوادرسيبس في المرس هي عضلة كبيرة موجودة لها أربع رؤس كل الفورهيدس يجمعوا بتندن واحد هذا التندن شايفينه؟ الكوادرسيبس تندن التندن هذا هو إن بروح ينزل وإن بروح يربط؟ في الباتلة، ليس في الباتلة، في التيبيا وإن رأي ينزل؟ يربط؟ في بروميناس في التيبيا تحت لك يسميها تيبيا رتيبرسي يربط في التيبيا المهم الآن الباتلة تكون زي مغروسة داخل هذا التندن واضح؟ تمام؟ إذن الباتلة مثل هكذا، موجودة داخل التندن بتاع الكوادرسيبس فيومورس أمام النيجوينت واضح؟ المسلز هذي، نحن نحكي عنها طبعاً أكيد للكوادرسيبس فيومورس الميال فونكشن تاعتها يعمل يعني مصل من الخلف بيعمل فليكشن للنيل هاي بتعمل ايش؟ للنيجوينت، تمام؟ نحن نحكي عنها، مثلاً بحبيت شواريكم كيف كيف الباتلة موجودة داخل التندن هاي المسل؟ واضح؟ طيب طبعاً هنا في الإكسراي، نشوف هاي الفيمر وهي اللقم يشفي عندنا لأن الارب وونز وهو التيبيا والفابيولا تمام؟ حكينا في الفيمر شوفي عندنا كوندايل صح؟ واحد ميديل واحد الاترال فقيهم ميديل الاترال ابي كوندايل وميديل ابي كوندايل الكندايل ستاعات التيبيا بيعملوا ارتوكليشن معيش مع الكندايل ستاعات التيبيا ميديل كوندايل ولاترال كوندايل وهذا ايش؟ هذه الباتلة في حدود الباتلة موجودة داخل التندن المصل اللي بتنزل من هون التندن بينزل هي موجودة داخل التندن التندن هون ما نشوفه ما نشوفه في الاكسراي تمام؟ واضح؟ كيف واضح؟ المترجمات هون عادة البون بيين هاد الشكل هو الويت كلار البون بيعمل الابزوربشن للأكسراي بيطلع على الفيلم تمام؟ ممكن يبعتمد البون بيين داركر تقريباً ما نشاهد بس حسب الانسيط للبون حسب الانسيط للبون هناك أشياء كثير حسب الانسيط بس تنزل بس حسب العام تقريباً معظم الانسيط للنفس طيب في اليجز وين انها ايش؟ في اليجز لدينا داخل التندن زوجته الثيبية والحى الثيبية والخبوة صاحبية والتيبية هنا كانت الميديات WITHIN CANDYLES MEDAL CONDILE و LATERAL CONDILE ميديات و LATERAL CONDILE CANDYLES مع الخنين مع الفيمر هذا الارتوكليشن مع وجود الباتلة كلهم مع بعض هاتو بيعملوا ايش النيجون واضح تمام منلاحظ ان الفيبيولة هون الفيبيولة ما الها اي كونتربيوشن في النيجون شافين الهد تاع الفيبيولة رابط على على البستيريور سايت تاع اللاترا الكندائل ملاحظة على على النيجون واضح تمام طيب في عنا دام لحظة الانتيريور الانتيريور بوردر الانتيريور بوردر تاع التيبيا نسميها عادة حتى نسموها كريست ليش كريست؟ لان الانتيريور بوردر تاع التيبيا هو الشحات وغير ذي هيك مدبب مش ستريت مدبب عشان يكون انت ماشي ضربت رجلك في حفة الطاولة في الكذا مباشرة تصير فيه المباشرة ليش؟ لانه السكين بصير يعني الالم سبب انه السكين حتى مفيش مصل مباشرة الاسكين بيجي على هاي البعض على هاي الكريست تمام؟ تمام؟ هلأ في الاعلى في الانتيريور بوردر في عنا هون تيبرستي سميها التيبيا في تيبرستي هاي قبل شكل نحكي عنهم اللي هي التيبرستي هي الايش اللي بيربط فيها التندون تاع ايش تاع الكوادرسيب سيفين؟ بينزل بربط في التيبرستي هاي طيب ايش كمان في عنا في التيبيا؟ هلأ تحت التيبيا خلينا نشوف الاكس ري هون هاي لاش نشوفهم طبعا هاي الابر اند للتيبيا كوندايل يوصي بناتهم تيبرستي هاي 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 الانتر كوندايلر تيبرستي مش مهم كبير بس خلينا نشوف الاور اند للتيبيا في الاكس ري هون طيب هاذا التيبيا وهذه الفيبيولاج انا شوفنا بفوق كيف هي الخليل خوندايل مع خبال وباتله تمام؟ تحت التيبيا تم تعمل الخليل عند الانكل جوينز مع ايش الانفيراي ريسي بعمل الخليل معيش التيبيا تعمل مع واحد من التارس البون شو نسميه عند الكاحل وهو التلس هون شو بصير عنا مع التلس على الميديال سايد احنا هون عند الكاحل في عنا بروزين هدل شو نسميهم بالعرب شو نسميهم الكعبين واحد على الميديال واحد على اللاترال هلأ الميديال نسميه الميديال ماليولس هي بارت من وين؟ من التيبيا تمام؟ بينما اللاترال ماليولس كعب الخارجي مكون من ايش؟ من الفيبيولة تمام؟ واضح؟ إذن اللاور اند من التيبيا تعمل تعمل معيش هي والفيبيولة تعمل معيش مع التلس مع اي تارس البون مع التلس هذا هو ليش؟ لانك الجوينت تمام؟ برضو التيبيا والفيبيولة بيناتهم هنا مع بعض فوق في الأعلى كان لهم هذا البروكسيمال تيبيو وتحت بيناتهم كمان جوينت شو نسميه؟ هذا البروكسيمال تيبيو واضح؟ تمام؟ إذن الميديال ماليولة سبارت من الفيبيا اللاترال ماليولة سبارت من ايش؟ من الفيبيولة طيب ايش كمان؟ بالفوت الآن الفوت مثل ما حكينا مرة ثانية التارسل ميتة تارسل وفلنجيس التارسل كان عندنا ثمانية في التارسل كان عندنا سبعة الآن التارسل اول واحد اللي هو البون هذا اللي هو شو سمنا احنا؟ التارسل اللي هو اول بون اللي بيعمل التارسل مع التيب والفبولة تمام؟ هذا شو نسميه؟ التارسل في عنا البون اللي بيعمل اللي هو الهيل العقب تمام؟ شو نسميه؟ كالكينيس إذن التارسل هو الكالكينيس هو ومعظم العقب نحن هذا اللي يدعس عليه العقب مكون الهيل مكون ميلي من الكالكينيس في اخر بون طبعا هذا مرة ثانية هذا التارسل وهذا الكالكينيس امام التارسل نسميه نفيكولر بون النفيكولر بون هناك ثلاثل بون واحد ميديل واحد انترميديا واحد لاتيرال شو نسميهم الكيونيفورم بون واخر بون اللي هو ايش الكيوبويد بون تمام؟ طبعا بعد هذولا هم التارسل بون بعدا عندنا متا تارسل وبعدا عندنا الفلنجيس نفس الاشي بالاصابر الرجل نفس الاشي في عنا دستل وميدل وبروكسيمل استثناء البكتو مثل الثم بس فيها شغير اثنين واحد دستل واحد بروكسيمل فلنجيس واضح؟ تمام؟ طيب اخر ما سوف نتحدث عنه في هذه الحاضرة وننخلص ونروح اللي هم هلا اذا نيجي انه تارسل ومتا تارسل بون متا تارسل بون متا تارسل بون متا تارسل بون تمام؟ في ارتس يعني اثنين وواحد ترانسفير الارتس هذولا بسمهم شو متل ما حكينا اللي هو ايش؟ اللي هو الارتوكوليشن بين التارسل ومتا تارسل التارسل مع بعضهم او التارسل مع المتا تارسل بون تعامل هاي الارتو تمام؟ هذا الارتو مهم لها فواد طبعا اكيد اللي هي ايش؟ بشكل متساوي على بشكل متساوي على الصفت تشو والبون بالفوت تمام؟ الشغلة الثانية اكت از شوك ابزوربر برضو كمان لازم نعرف انه في عنا من تحت على الفوت من الاسفل في عنا بلود بيسلز في عنا نيرز موجود هذا الارتوكوليشن بيقلل الكومبريشن نحن ماشيين بيقلل الكومبريشن على هاي الستركتر ايش كمان؟ طبعا اذا احنا اذا شخص طبعا شو اللي بيخلي هذي الارتوكوليشن حكينا الارتوكوليشن بين التارسل ومتا تارسل بون هاي اشياء بتعمل تساعد لهذه الارتوكوليشن مثل الارتوكوليشن هي اللي بتحافظ على هاي الارتوكوليشن تمام؟ عشان ما تصير البون اللي اسمه الفوت فلاتو تمام؟ هلا مرات في بعض اشخاص ممكن بسبب الوزن بالشرط الوزن يعني بالشرط اما اي واحد كده مع اي واحد وزنه عالي يكون عنده فلات فوت الا اسباب كثير ممكن بعض الوقات بس ضعف بالارتوكوليشن بين التارسل بون بين التارسل والمتا تارسل بصير معنا للي هوا المتصف بتصير معناIL شايفينه مشوره اللي هو الارتح هادا بس الاشخاص الى انه where da minute نسميه شايفين الفرق بين هاد الشخص هاد النارمل بس هادة ما يكون هناك كل الارتح وكليته تعالى على الارت مثل ما حكيتكم السكليتون بصراحة هذه الأشياء مشتخلين من التفاصيل أنا بهمني تعرفوا الأشياء الرئيسية أنا أتمنى أن نكون 60-70% من هذه الأشياء الرئيسية في البيت ترجعوا الأشياء الثانية أنا أريد هذه الأشياء لأنه بصراحة لما تصبح تشوف X-ray لما تشوف أشياء أو نتحدث عن المصل نحن من الأشياء تحفظوا كذا هاي التفاصيل وهو هاي الكيبركل وكذا أشياء العامة أو الكوندية أن تتميز البارس الطاقة الأوض ماذا مع التارسالبون ماذا مع التلص ماذا مع الكالكينيس هاي الأشياء اللي يريد أن تهمني حتى مع الامتحان اسئلة جنرال أنا لا بدش تدخل تصوح تفاصيل وكذا وكذا أنا ما بدهم كوش بكير يعني بالعكس عرفوا الأشياء الرئيسية وخلوها من للا امتحان إلا لما يجاي تمسك أي X-ray تشوف الريبس، تشوف البرتبرات، تشوف البرتبرات، تشوف البرتبرات تشوف كذا أشياء الرئيسية إذا فيه مثلاً بالفمار أو تشوف مثلاً حتى إذا بشوف أمراي ممكن تقدر تشوف إذا فيه هيرنياشن أو ما فيه هيرنياشن اسكلتر، هذا فرونتل، هذا برايتل، مكان الفنتاميز هاي الأشياء اللي بتهمني كثيراً الاسكلتون يعني وإن شاء الله المحاضرات الجاية وقعد دكتور رمادا بلشت معكم المصف راح نكمل إن شاء الله راح نتكلم عن المسلز برضه بالمسلز بهمني أكتر حتى ليلة امتحانة بهمني أكتر ميك سنس من الأشياء بهمني إش والله المسل طلعت من هون راح تهذا الورجين وراح تنسير شيء من هون وإذا صارت كذا بحب أنا عادة أقسم المسل لجروبس المسل الكبير تكون عارف فشي هي شو الاكشن، ربط الاكشن تاع المسل مع النيرف سبلاي مع النيرف انجرز يعني أنا أعرف انه هذا النيرف الممكن يصير له مثلا ذكرنا نيرف مبارح واحد من الأشياء لما كنا نحكي عن الراديل في عنا على الهمرس فيه جروب ومضم انه حكينا إيش هذا الراديل نيرف حكيت لكم إذا صار فيه بالشافت بكون النيرف هذا الراديل نيرف معرض يصير فيه إنجيري طب أنا بدأ عارف هذا النيرف مثلا النيرف اذا صار فيه إنجيري بدأ كنا نعارف شيء من المسل اللي بيغذيهم وبالتالي أتوقع شيء السيمتوم من كذا إذا بيجي عندي المريض مثلا عنده رست دروبس و جاي يلوث له ضربة من أكسيدنت على منطقة كذا و إذا توقع إنه الراديل نيرف منه ضرر تمام بيناس مثلا عندهم دروب الشولدر بيأعرف هذا دروب الشولدر شو أي نيرف ممكن كذا يعني هاي الأشياء اللي بحب تطلحها من المسكولي سيستم المسكولي سيستم هو يعني ناشف شوية مثلني فنحاول إنه نعمل ستوري من السيستم تمام يعطيكم ألف عدد و هاي محاضرة اليوم أحد عندي محاضرة مفروض هاي المحاضرة كانت الدكتورة فاطمة فرح تخذ محاضرة اليوم لحد إن شاء الله كما؟